اعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الامن الوطني رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة عن سعادته بمناسبة حصول الحصان بورت لايونز ملك سموه على المركز الاول في الشوط الاول في كأس السعودية العالمي لسباق الخيل للفئة المفتوحة لمسافة الفين ومائة متر بالاضافة الى تحقيق الجواد دارك باور ملك سموه الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نجل سموه ولي العهد للمركز الاول في الشوط الثاني من السباق وبهذه المناسبة هنأ سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سموه الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بمناسبة فوز الجواد دارك باور بالمركز الاول في الشوط الثاني من السباق قال سموه إن هذا الإنجاز تحقق بفضل الرعاية الفائقة التي تحظى بها رياضة سباقات الخيل من قبل حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الداعم الأول والأكبر للحركة الرياضية في المملكة بصورة عامة ولرياضة الخيل على وجه الخصوص باعتبارها تمثل جانبا مهما من موروث البحرين والأجداد وأكد سموه الحرص على المشاركة في سباق السعودية العالمي للخيل بهدف إنجاح السباق ودعمه باعتباره النسخة الأولى التي تنظمها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تحقيق الإنجازات باسم المملكة ليكون اسمها مسجلا في سجلات أبطال النسخة الأولى من السباق العالمي وعن مديريات السباق قال سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إنه كان على ثقة كاملة بأن الحصان بورس لايونز قادر على تحقيق نتيجة إيجابية في السباق خاصة في ضوء الإعداد الذي خضع له قبل المشاركة وتجهيزه بصورة مثالية وسط الاهتمام الكبير من قبل الجهاز الإداري والفني في فريق فيكتوريوس والمدرب فوزيناس الذي بذل جهدا كبيرا في إعداد الحصان للبطولة وبين سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن النتيجة المتميزة التي حققها الحصان بورت لايونز في السباق تبعث على التفاؤل بتحقيق المزيد من الإنجازات في السباقات المقبلة ومواصلة تحقيق الذهب في العصر الذهبي ورفع اسم البحرين عاليا في السباقات المقبلة ووجه سموه الشكر والتقدير إلى كفة الجهات في المملكة العربية السعودية على حسن التنظيم الأمر الذي ساهم في إخراج السباق بحلة تنظيمية متميزة من جانبه أعرب سموه الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة عن بالغ اعتزازه لتحقيق دارك باور ملك سموه المركز الأول في الشوط الثاني من سباق كأس السعودية العالمي للخيل مشيرا إلى أن ما يتم تحقيقه اليوم باسم مملكة البحرين في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية هو نتاج الاهتمام والرعاية التي يليها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لرياضات الخيل وهو نهج متواصل متوارث منذ الأجداد لما تمثله الخيل العربية من مكانة بالغة في تاريخنا الأصيل وهو ما أسهم أيضا بشكل كبير في مواصلة رفع اسم مملكة البحرين دوما على منصات التتويج وهنأ سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة لحصول الحصان بورت لايونز ملك سموه على المركز الأول في الشوط الأول متمنيا لهم مواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية كما أشهد سموه بمستوى التنظيم المتميز الذي حظي به سباق كأس السعودية العالمي للخيل في نسخته الأولى معربا عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية على ما أظهروه من حسن حفاوة وترحيب بجميع المشاركين منوها بتميز المبادرات التي يقومون بها لدعم مختلف الرياضات بما يعزز من إبراز أهمية المنطقة على الساحة العالمية الرياضية ترجمة نانسي قنقر